احبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذ السنة الثالثة متوسط إذن على بركة الله نكمل دروسنا في الرياضيات جيب تمام زاوية حادة اللي هو الكوسيونيس حساب الكوسيونيس أو الكوسيونيس الزاوية عدنا طريقتين بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالنسبة للطريقة المباشرة نستعملو نستخرجوها بالآلة الحاسبة مباشرة إذن وش نديرو عدنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى الضبط الحاسبة على دوكري لاحظوا أنا عندي الآلة الحاسبة إذن إذن نضبطها على دوكري هنايا هنا في هذا الزر إذن تبقى هكذا لاحظوا لا أدري إذن كانت تظهر مهم تضبطها على دوكري خلاص الآن كتابة قيس الزاوية بعد ذلك الضغط على لمسة كوسيونيس اللي هي هذه موجودة اللمسة هنا مثال راح نطبقه أعطي القيمة المقربة إلى 1 على 10 لكوسيونيس الزاوية A في كل حالة من الحالات التالية إذن أولا عدنا الزاوية A قيسها 75 درجة إذن لما يعطيك القيس الزاوية ويقول لك أحسب أو استخرج كوسيونيس الزاوية إذن مش تدير تستعمل الآلة الحاسبة يعني هنا تستعمل الطريقة المباشرة اللي هي بالآلة الحاسبة ما عدتناش طريقة أخرى طريقة الوحيدة هي الحاسبة إذن مش نديره نضبط الآلة الحاسبة دائما على دوكري بعد ذلك كتابة قيس الزاوية إذن عدتنا 75 نكتب 75 بعد ذلك نضغط على اللمسة كوسيونيس اللي هي أعنا إذن نضغط واشي يعطينا إذن 0 فاصلة ودائما الكوسيونيس يكون ب 0 فاصلة إذا خرج لك 1 فاصلة أو 2 فاصلة فاعلم أنك مخطئ لك غرض في شيء ما إذن قلنا أعطي القيمة المقربة إلى 1 على 10 لما أقول لك 1 على 10 يعني جزء من 10 يعني رقم 1 فقط بعد الفاصلة إذن رايحان نحل هنا في الورقة أحسن إذن كوسيونيس الزاوياء تساوي إذا لقينا 0 فاصلة 2 5 أنا وش قالي قالي فقط جزء واحد بعد الفاصلة أو جزء من 10 أنا اللي همني هذا ولكن لازم علينا نزيد هذا لماذا نضيفه لكي نشوفه فيه وش قلنا في القاعدة في قاعدة المدور فرتبة قدر قلنا لما يكون عندنا 0 1 2 3 4 يعني هذا ناخده كما هو بما أنه قلنا إلى 1 على 10 إذن ناخذ هذا كما هو أما إذا كانت عندنا 5 فما فوق 5 6 7 8 9 يعني هنا وش نديره نضيفه نضيفه لهذا الجزء 1 1 إذن وبالتالي تصبح أدنا خمسة إذا نضيفه إذا نصبح 0 فاصلة 3 إذن هذا هو كوس يونيس الزاوية أه في الحالة الأولى الآن الحالة الثانية نفس الشيء الآن الحاسبة مضبوطة على دوغري إذن نكتب قيس الزاوية لهو 36 فاصلة 8 مباشرة نضغط على زر أو لمسة كوس يونيس إذن يعطينا 0.8 إذن رايح ناخذ رقمين بعد الفاصلة لماذا أنا نحتاج فقط أنا يخصني هذا فقط هذا نديره به هذا نشوفه فيه واش نزيده لا ما نزيده إذن عدنا صفر دائما أكرر القاعدة هكذا تحفظوها من صفر 1 2 3 4 ناخذوه كما هو يعني الإجابة هي 0.8 لأن نعدنا صفر الآن الحالة الثالثة نفس الشيء نكتب إذن نفس الشيء الحاسبة هي مضبوطة للقيس الزاوية هو 15 نكتب 15 ونضغط على زر الكوس يونيس وبالتالي يعطينا 0. ناخذ رقمين 0.96 ولكن أنا اللي خصني نحتاجو فقط رقم واحد بعد الفاصلة قالنا واحد على عشرة أو تلقى وهي قلكم عشرة أس ناقس واحد أو الصفر فاصلة واحد هذو كامل يعني رقم واحد بعد الفاصلة إذن وهذا وهذا وش ندرو به نشوف فيه قلنا 5 6 7 8 9 ننضف هنا واحد يعني صف 6 ننضف واحد لهنا ننضف واحد وبالتالي رح يعطينا واحد رح نستغرب و تقول لماذا أستاذا إذا في هذه الحالة الكوس يونيس القناه واحد إذن هذه حالة خاصة ولكن في أغلب الحالات نلقى صفر فاصلة المهم لماذا لقناه واحد قلنا دائما لما نضيف إذا عدنا نضيف له هذا الجزء ننضيف له واحد مثل هذه الحالة هنا ضفنا واحد وليس هنا إذن عدنا 9 زائد واحد عشرة نكتب الصفر نحتفظ بالواحد يعني بها الطريقة صفر فاصلة تسعة زائد هنا واحد إذن هنا فاصلة وهنا صفر تسعة زائد واحد عشرة واحد زائد صفر إذن واحد وبالتالي يعطينا واحد الآن نروح إلى أربعة نفس الشيء كوسينيس A تساوي عدنا ستين كوسينيس صفر فاصلة خمسة باشرة الإجابة صفر فاصلة خمسة خلاص نتمنى يربي أنكم خلاص تكونوا أفهمتوا الآن ننتقل إلى نقطة أخر إذن حساب الزاوية إذن حساب الزاوية أو حساب كوسينيس الزاوية بطريقة مباشرة نستعمل الآلة الحاسبة تفاهمين على هذه الآن نروح إلى الطريقة الغير المباشرة كيف هي الطريقة الغير المباشرة هي أن تقسم طول الضلع المجاور على طول الوطر بمعنى يكون عندك وعلى فكرة الكوسينيس نستعمله في المثلث القائم وهو يجب تمام زاوية حادة عدنا في المثلث القائم كم من زاوية حادة عدنا هذه الزاوية وهذه الزاوية زاويتين إذن هنا وش قال لي قال لي أحسب كوسينيس الزاوية أ يعني يعني مهتمة بالزاوية إذن نعينها دائما ودائما ترسم المثلث أمامك وش ندير أول وقلنا دائما في المثلث القائم نعين الوطر أطول الظلع أو الظلع الذي يشوف للزاوية القائمة نسمي وهو وطر خلاص الآن عندنا الزاوية أ هذه الزاوية عند هذلعان هذا الظلع وهذا الظلع بما أنه هذا الظلع هو وواتر يعني هذا الظلع كيف نسميه مجاور يعني يجاورها إذن نسميه مجاور إذن لحساب الكوسيونيس بالطريقة الغير مباشرة نقسم طول الظلع المجاور على الواتر وليس الواتر على المجاور طول الظلع المجاور على الواتر إذن طول الظلع المجاور ما اسمه نعوضه هنا بالاسم بالرموز إذن بعد ذلك التعويض بالأعداد إذن أب أربعة عفوا أما أسي ف خمسة أربعة قسمات خمسة اللي هي صفر فاصلة ثمانية إذن هذه هي كوسيونيس الزاوية أ واش رأيكم لو نستخرج كوسيونيس الزاوية سي هكذا تفهموا أحسن إذن واش قلنا دائما نرسم أمامي هكذا إذن عندي الزاوية دائما نعين الواتر إذن الزاوية المعنية بها هي الزاوية بما أنه عندها ظلع راح واتر إذن عند الظلع كيف نسميه مجاور والعام المقبل إن شاء الله راح تشوفوا المقابل إن شاء الله إذن خلاص راح نحسبو كوسيونيس الزاوية سي قلنا المجاور على الواتر ما اسمه المجاور إذن بي سي نكتم بي سي ما اسمه الواتر آسي ويساوي قلنا هنا ثلاثة هنا خمسة إذن بي سي ثلاثة وكوسيونيس ولكن بطريقة غير مباشرة يعني فقط من الأضلاع إذن إذا كان عندك الأضلاع وقال لك حسب الكوسيونيس راح تقسم المجاور على الواتر أما إذا كان عندك قيس الزاوية وقال لك أحسب كوسيونيس الزاوية واش تدير إذن بالآلة الحاسبة مباشرة تروح مباشرة تكتب قيس الزاوية تضغط على كوسيونيس ورح يعطي لك الكوسيونيس واجد بدون أي تعب الآن عدنا نقطة أخرى واش هي حساب قيس الزاوية انطلاقا من كوسيونيس في بعض الأحيان يقول لك يستخرج أو يستنتج قيس الزاوية ولكن يكون هناك سؤال خافي يعني ما يقول لك مباشرة أحسب كوسيونيس أو جيب تمام الزاوية يقول لك فقط أحسب قيس الزاوية وانت ما عندكش ما يرحش بطبيعة الحال تستعمل مين قاله عندك أضلاع مثلا أضلاع بثلاثة موجودة كيف رح تستنتج قيس مثلا هذه الزاوية أو هذه الزاوية رايح عفوا تستعمل ماذا كوسيونيس إذن أول خطوة تحسب كوسيونيس الزاوية المقصودة أو اللي طرح له السؤال في التمرين بعد ذلك تضبط دائما للآلة الحاسبة على دوغري بعد ذلك كتابة قيمة كوسيونيس على الحاسبة نكتبوه النتيجة اللي قيناها نكتبوها هنا في الآلة الحاسبة وبعد ذلك نضغط على اللمسة 2NDF يعني هذه هذه تحت زر الإشعال هذه 2NDF بعد ذلك الضغط على اللمسة كوسيونيس بعد ذلك بعد ذلك نضغط على اللمسة كوسيونيس يعني ما نقدرش نكتب مثلا عندي كوسيونيس 0.6 وكأن هذا الزر لا يعمل إلا إذا فتحته من هذا الزر حتى نفتحه هذه اللمسة هذا نضغط على كوسيونيس إذن عدنا مثال استنتيج قيس الزاوية A بالتدوير إلى الوحدة الآن نفس المثال يعني نقصد هذه الزاوية A إذن حساب كوسيونيس إذن حسبناه ولقينا 0.8 الضبط الآن للحاسب على ديوغري إذن مضبوط على ديوغري وشي بقى عنا كتابة كوسيونيس اللي هو صفر فاصلة ثمانية إذن نكتب صفر فاصلة ثمانية بعد ذلك نضغط عند هذا الزر اللي هو هنا وأنا عندي الآن حسبها تصب بعض الأحيان بالجنون لازم نضغط وأعيد بعد ذلك نضغط على كوسيونيس إذن شفته لازم علي أعيد صفر فاصلة ثمانية بهذه الطريقة إذن لاحظوا لقينا 36 فاصلة وش قالنا دائما مرض بالك بالتدوير إلى الوحدة يعني نحتاج فقط الوحدة إذن الوحدة هي الرقم الصحيح لعدد الصحيح اللي هو 36 إذن 36 ولكن ناخذ رقم واحد بعد الفاصلة لماذا وش ندير به هذا هذا نشوف وش نزيد لهنا ولا ما نزيدش إذن 36 وعدنا ثمانية قنا من خمسة سبعة ثمانية وش نديره نضيفه واحد نضيفه واحد لأنه عندي ثمانية إذن تصبح 37 درجة إذن قيس الزاوية A يساوي 37 درجة الآن واش رايكم نستخرج قيس الزاوية C نفس الشي ناخذ الكوسيونيس نكتبه لهو 0.6 نضغط على 2NDF هذي بعد ذلك الكوسيونيس راح يخرجنا لاحظوا 53 فاصلة إذن قلي بالتدوير إلى الوحدة يعني ناخذ الوحدة ونزيد إذن 53 فاصلة واحد هذا نحتاجه نشوف فيه نشوف فيه بهذا العين خلاص إذن هنا عدنا واحد إذن وش نديره 01234 ناخذ الوحدة كما هي بما أنه قلنا الوحدة يعني أنا عني محتاجة فقط هذه الجزء الصحيح وبالتالي تساوي 53 ناخذها كما هي 01234 ناخذها كما هي يعني 53 درجة وبالتالي الزاوية C قيسها 53 درجة لو تحبوا تتحقوا 53 و 37 ناخذ تعطينا 90 درجة والتسعين في الزاوية القائمة تعطينا 180 درجة كما تعلمون أنه مجموع زوايا أقياس زوايا المثلث تعطينا 180 درجة تمنى يا ربي أنكم فهمتوا إلى حد الآن أنه شرحي روافي وكافي الآن نروح إلى تمرين تطبيقي في هذا التمرين تطبيقي عدنا تقريبا مراجعة لفيتاغورس ونفس الوقت نحل هذا الدرس إذن ABC مثلث قائم في A بحيث AC يساوي 5 سنتيمتر وBC يساوي 8 سنتيمتر أحسب الطول AB مدورا إلى 10 أس ناقش واحد إذن لكي نحسب الطول وعندي مثلث قائم ونحسب الطول نستعمل مباشرة خاصية في الزاوية أحسب الطول وعندي مثلث قائم في A ونسيت دائما ترسم ما لديك الرسم إذا نرسم بها الطريقة مثلث قائم في A ونسيت دائما ترسم فقط باليد هكذا إذن واش رايحين مهتم من إحنا نشوفه نسميه الأقياق الأضلاع إذن دائما نضلع المقابل إلى الزاوية القائمة نسميها الواتر خلاص الآن نكمله ومنه حسب خاصيته في تاغورس فإن فإن ماذا الواتر مربع لهو بي سي مربع ماذا يساوي هذا مربع زائد هذا مربع إذن آسي مربع زائد آبي مربع الآن واش عالينا؟ إذن وعلينا أنه نعوضه إذن تعويض بي سي عدنا إذن موجودة اللي هي ثمانية مربع آسي موجودة نعم إذن خمسة مربع زائد آبي مجهولة بهالطريقة نحسبه ثمانية مربع هي ربعة وستين خمسة مربع هي خمسة وعشرين زائد آبي مربع إذن آبي مربع نخرجوها مجهول يعني آبي مربع ماذا تساوي ربعة وستين ناقص خمسة وعشرين ويساوي تسعة وثلاثين إذن هذه آبي مربع مربع ولكن أنا فقط نحتاج آبي أعيد دائما لما تكون عندكم آبي هنا مجهولة أو هذا مجهول العملية تكون عملية طرح راح تنقلب إلى عملية طرح أما إذا كان هذا مجهول خلاص إذن عملية الجمع إذن هذه المربع نتخلص منه قلنا ب الجذر يعني راح يتحول إلى جذر ونكتب لتحت تسعة وثلاثين إذن تسعة وثلاثين جذر راح تعطينا لاحظوا 6.244 ولكن شرط علينا قالنا مدورا إلى عجرة أس ناقص واحد يعني نحتاج فقط رقم واحد بعد الفاصلة يعني هذا نشوف فيه أربعة إذن نضيفه لما نضيفه نضيفه واحد أو لا 01234 ما نضيفه حتى شيء إذن وبالتالي إذن تساوي 6.2 سنتيمتر إذن آبي تساوي 6.2 سنتيمتر الآن أحسب كوسيونيس الزاوية A B C إذن الزاوية B إذن الزاوية B عند هذه العان هذا الزلع راح واتر إذن هذا الزلع راح مجاور إذن كوسيونيس ماذا يساوي إذن ناخد برقة أخرى أحسن أكثر تشوف إذن كوسيونيس الزاوية مباشرة نكتب الزاوية B ماذا يساوي المجاور على الواتر إذن المجاور هو A B إذن نكتب A B الواتر هو B C نكتب B C يساوي إذن A B أكثر منها وهي 6.2 نكتب 6.2 و B C وهو الواتر إذن B C هو الواتر نكتب ثمانية وهي ثمانية ويساوي سنقسم مباشرة 6.2 قسمة ثمانية وتساوي صفر لاحظوا نفس الشيء حتى هنا ندوره حتى نديره التدوير سبعة سبعة خمسة أنا أحب أن أخذ فقط رقم واحد بعد الفاصلة هكذا أنا ما أذكرنا ما أذكرنا ما قالنا أنا فقط استنتج قيس الزاوياء B مدورا إلى الدراجة ولكن أنا هنا في الكوسيونيس أنا أحب أن أخذ فقط رقم واحد بعد الفاصلة ما أخذوش فقط عبثا ونقول الكوسيونيس هو صفر فاصلة سبعة لا خلاصوا تعرفوا التدوير إذن تشوف اللي هنا في سبعة إذن سبعة إذن واش نديره إذن يصبحوا صفر فاصلة ثمانية يعني كوسيونيس الزاوية B يصبح صفر فاصلة ثمانية الآن قلنا استنتج قيس الزاوية ABC مدورا إلى الدراجة يعني مدورا إلى الوحدة إذن قيس الزاوية قيس الزاوية B إذن واش نديره صفر فاصلة ثمانية سوف نحولها قلنا دائما نضبط الآلة الحاسبة على ديغري بعد ذلك لازم عليك أولا تضغط على هذا الزر بعد ذلك تروح عند كوسيونيس لحيا تتينيس